لدكتور محمد عبود وعايز نتساءل على المسألة بتاعة يمكن اللي أثرها دكتور جمال هل هم في الداخل الإسرائيلي بقى باعتبارك أنك بالتأكيد متابع مزهل للصحافة والإعلام الإسرائيلي بحكم التخصص الأصلي وبحكم التخصص كمان في اللغة العبرية هل هم في الداخل عندهم وعي كامل بكارثية الواقع الحالي وإنه ده ممكن يخسرهم الكثير مما اكتسبوا للأسف الشديد من سنة 48 والحد دلوقتي سؤال مهم جدا 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 وطبعا يعني بيتكون مجمل كلام الدكتور جمال وسؤال حضرتك بس إحنا ممكن في العالم العربي بننزل المسألة بشكل واضح جدا وقطعي إن المقاومة ليحق مشروع في تنفيذ كل العمليات الممكنة لتحرير أراضي فلسطينية أو لإنشاء دولة فلسطينية بالنسبة للمنظور الإسرائيلي هو يرى نفسه الضحية ولا يرى نفسه في موقع الجلاد فبعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر بدأ رغبة شديدة جدا في الانتقام أنا بس عايز نبص هما شافوا المسألة إزاي هو شاف في يوم واحد 1500 قتيل و240 أسير وده عدد ضخم جدا جدا بالنسباله ولم يكن متوقع من فصيل مقاوم ليس جيش نظام فبدأ يدخل بشكل مباغت ومفاجئ ويقتحم المستوطنات ويقتحم قواعد عسكرية في غلاف غزة ويأسر جنود ويأسر ناس في الاحتفال فبدأ حالة غضب شديد جدا في إسرائيل الغضب ده بدر عنه رغبة في أمرين الأول القضاء على حركة حماس اللي هو الهدف الاستراتيجي للحرد سياسيا ما يبقاش فيه حاجة اسمها حكومة حماس في قطاع غزة وعسكريا ما يبقاش فيه حاجة اسمها كتائب القسام هدف التاني وده هدف مهم جدا يرتبط بسؤالك تأديب وإذلال الفلسطينيين في غزة باعتبرهم من وجهة نظر إسرائيل الحاضنة الشعبية لحركة حماس وبالتالي القصف الشديد اللي جنشوفه من بداية الحرب وحتى اليوم قصف العشوائي والقتل للمدنيين والإذلال بخلع ملابس المدنيين الذين يعتقلونهم من مدارس الأنرة ومن ملاجئ الملاجئ للفلسطينيين يعني الهدف منه إذلال فلسطيني يقولك هاشبلاء الإسرائيليين يقولك هاشبلاء نلازم أزل هؤلاء الفلسطينيين علشان ما يكونوش حاضنة للفلسطينيين فبالتالي حتى الآن لم يظهر صوت في المجتمع الإسرائيلي يناهض الحرب أو يدعو إلى إقاف عجلة القتال الصوت اللي بيطلع يقول إيه؟ إقاف إطلاق النار من أجل إطلاق صراح الأسرة وبصبت يقولك العلاقة بين إسرائيل وبين حركة حماس هي علاقة تقليم الأظافر أو سياسة تقليم الأظافر كلما نبت لحماس أظافر وأصبحت لديها قدرات تسليحية وقدرات من السواريخ تقوم إسرائيل بضربة إجهاضية لهذه القدرات الآن الهدف في إسرائيل ليس تقليم أظافر حركة حماس بل قطع أصابعها تماما والقضاء عليها تماما النهاردة بيبدأ يظهر أصوات متأخرة للغاية يعني يمكن بداية من الأسبوع اللي فات بتشكك في قدرة إسرائيل على تنفيذ هذه الأهداف هذه الأصوات ليست أصوات من الشارع أو أصوات في الإعلام لكن بنتكلم عن أصوات مسؤولين رسميين كبار في المجتمع الإسرائيلي خلينا أبدأ معاك مثلا من اللواء عموس جلعاد اللواء عموس جلعاد رئيس الدائرة الأمنية السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية يقول ماذا؟ أن الهدف الثاني من أهداف الحرب إعادة الأسرة بالقوى العسكرية هدف مستحيل تحقيقه ويدعو القيادة السياسية في إسرائيل إلى تحرير الأسرة جميع الأسرة في السجون الإسرائيلية طبي ييد السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق صراح الأسرة اللواء دان هارئيل قائد منطقة الجنوبية السابق المسؤول عن غزة بيقول أن للأسف الحكومة الإسرائيلية من شدة تطرفها بقى الأسرة عندهم في أدنى سلم الأولويات خاصة بعد الأسرة اللي ماتوا أثناء محاولات التحرير آخر واحد يقف عنده الرئيس السابق للمساعد تمير برضو طلع في لقاء تلفزيوني وبدأ يتكلم حوالين فيه تناقض جوهري ما بين فكرة القضاء على حركة حماس وما بين فكرة إطلاق صراح الأسرة إذا استمرت عمليات الحرب واستمرت عمليات القتال في الجنوب فيجب أن تفهم إسرائيل أن كل الأسرة في حكم الموت وبالتالي يدعو إلى صفقة فورية لإطلاق صراحة الأسرة وبيقول لو كنت أنا في صدة الحكم مكان بن يمين نتانياو كنت هوقف الحرب فورا في مقابل حياة الأسرة الإسرائيليين هنا بدأ أصوات إسرائيلية معتبرة ومهمة تشكك في قدرة إسرائيل على تنفيذ أهدفها الصدة أو الأصوات دي مع مرور الوقت ومع مرور الأيام المقبلة هيكون لها وزن كبير جدا خصوصا مع ظهير في الشارع من عائلات الأسرة بيتظاهر يوميا والنهاردة دخل في حالة إضراب عن الطعام من أجل إطلاق صراح الأسرة الإسرائيليين إذن نوصل من ده أن الأسرة وثبت ده في جميع الجوالات مع حركة حماس المقاومة الفلسطينية بشكل عام هي ذراع إسرائيل المكسورة وثبت أن الفصائل المقاومة تستطيع دائما الضغط على نقطة الضعف الإسرائيلية وتحقيق بعض المكاثب من إسرائيل